اشتركوا في القناة ومصالحهما المشتركة وابلغ صاحب الجلالة جلالة العاهل المغربي قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية ونئة ما التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين وعبر جلالة الملك المفدى عن دعم مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركاتات المغربية في طار سيادة المغربية ووحدة التراب المغربي وثمنا صاحب الجلالة حفظه الله القرارات التي أمر بها جلالة العاهل المغربي لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركاتات بالصحراء المغربية وهنأ جلالته على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن لحركة التنقل المدنية والتجارية كما عبر جلالته عن مسندته لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها وتمنى للشعب المغربي الشقيق المزيد من التطور والازدهار هذا وقد أعرب جلالة الملك محمد السادس عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لأخيه جلالة الملك المفدى على مواقف البحرين المشرفة والداعمة للمغرب وشعبه والمجسد لعمق روابط الأخوة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين متمنياً للمملكة وشعبها الكريم دواماً رفعة والتقدم تحت قيادة جلالته الحكيبة ترجمة نانسي قنقر